رجل شجر احتلم فأداه بعض الناس بوجوه الهسر اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء وهذا العدد الجديد من برنامجكم اليوميا نسألوا باسمكم جميعا ورحم بسادتي المشيخ الكرام معنا ومعكم إن شاء الله في هذا اللقاء معنا الأستاذ الدكتور عبدالقادر بن عزوز فأهلا وسهلا سيدك مرحبا أهلا سيدك مرحبا الله يحضر معنا كذاك الدكتور سعيد بوزري فحياكم الله شيخنا الكريم أهلا وسهلا بكم ومعكم السيدة زينب في لغة الإشارة وإخواني وزملائي في فريق العمل بقيادة زميل يونس فأهلا وسهلا أحباب الكرام نتلقى المكالمات الاتصالات إن شاء الله ونستمع إليها على الأرقام الهاتفية 021 39 43 43 021 39 42 87 أيها الأحباب الكرام إن التذكير بأيام الله الخالدة والوقوف أمامها لأخذ العبرة وتذكر النعم ورص مناهج السير بما يستقبل من الأيام شأن كل أواب حفيظ وإن من أعظم الأيام التي سنستقبلها إن شاء الله تعالى بدءا من يوم غد يوم عشوراء ذلك اليوم الصالح الذي يذكر الله فيه أهل الإيمان بنعمة من أجل نعمه وأعظمها أثرا ودلالة هي نعمة نجاة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وإغراق فرعون ومن معه من جنده وحزبه قال الله تعالى عنهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وذكرهم بأيام الله سيرا على هذا المنهج وعلى هذه التذكير أيها الأحباء الكرام نتذكر في هذا اليوم في معانيه وفي أثره ودلالته إذن غدا إن شاء الله ويوم تاسعاء أيضا يوم تاسعاء جاء تعظيمه في السنة النبوية الشريفة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على نجاة نبي من أنبيائه تاسعاء وعاشراء في ذكرة الأمة دكتور عبد القاتر شكرا أستاذ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه ومن ولا عشرة في عصرنا الآن فيها شق فيه من المآسي لمدة أن لا نغفل عن ذلك لأن حتى لا نظلم التاريخ فيهم المآسي وفيه توظيف لهذه المآسي يعني جمع بين الفرح والحزن نعم الحزن هذا ما نأسف له ففيه مقتل حسين رضي الله عنه معروف يعني ولكن أن يساء استعمال ذلك ويبقى على الضهر هذا الشيء ويصبح الحسين بن علي رضي الله عنه وكان وهو حب رسول الله عليه وسلم وكلنا نحن فيصبح يوظف توظيفا على أنه هو يكون سببا أو وسيلة للإفساد بين الأمة فهذا لا نحبه ولا نريده هذا الشق الذي نراه مما نراه من بعض المسلمين الذي همنا رضي الله عنه وعرضاه الذي همنا الشق الثاني وهو الشق إشاعة الفرح لما نتحدث عن عشفر أستاذ محمد أو تسوع النبي صلى الله عليه وسلم ما صعى ما تسوعه إنما قال لو عشتوا لقابل نعم والعلماء لهم في ذلك كلام هل لما يقول نبي صلى الله عليه وسلم لو عشتوا فهل هذا يدل على السنية ولا يدل على السنية ولكن نحن نقول بما يكتبه العلماء أنه يجوز أن باب المخالفة باب السنة أو باب المخالفة اليهودي أننا نضيف يوما على وإن كنا نحن أصلا نخالف صيامهم فصيامه ليس كالصيام نعم لا يصمون مثل ما نصم أكيد هذا الصيام له فضل وله أجر والنبي يخبرنا على أنها تكفر سنة ويقول نبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكفر السنة التي بعدها أو قبلها يعني فهذا كله دعو من النبي عليه الصلاة والسلام على أن على أن يكون هذا اليوم لا يمر هكذا وإنما يكون له من الفضل أو يوم من نفحة من نفحات الله من نفحات الله سبحانه وتعالى ولكن دائما أقول نفسي أولا قبل أن أقول للآخرين نحن دائما ربما ننظر إلى الأجر وننظر إلى وهذا مقصدنا ولكن ويكون وننظر إلى مضاعفة الأجر ولكن العلماء يقولون كلما أدركنا أن هناك مضاعفة الأجر لابد أن هناك جنة من المصالح يعني مضاعفة هذه نعم في برحيا قد يكون العمل قليلا ولكن يكون العزوار فيه عظيم ولكن عندما ننظر إلى هذا الأمر فأن يكفر سنة كاملة من حقوق الله سبحانه وتعالى لأن حقوق العباد تبقى ثابتة بداية أن الشهيد وما أدرك الشهيد أنه يحاسب على ما تعلق في ذمته من حقوق العباد خاصة في المال إذن فلابد لأن البعض قد يسيء ذلك مثل الذي ربما يذهب بالحج يقول أن الحج المبول يسوى للهجن نعم إذا أديت الحقوق أولا إذا أديت حقوق العباد فما بينك وما بين الله هذا الشيء آخر أما ما بينكم العباد يبقى قائم وفي الذن نعم في الذن حتى يسقط وإلا لا معنى العدل العدل ما عنده حتى معنى يبقى هكذا المهم ما أولد أن نقصد الشيخ نعم أننا دائما عندما نتحدث عندما تأتي عشرة وهي في شار الله الحرام المحرم في كثير من الأحيان لابد أن نتوقف عند المعاني لأن معرفة بعض الحكم والمعاني هي التي تعطي لنا أو تعطي للعباد ليس نعم نحن نتعبد لابتداء ولكن نعرف أيضا نحن نصوم ولكن لا نعير انتباها للوفاء هناك وفاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا اليوم وإن صح التعبير هو يوم للوفاء إذا كما بالأمس قلت قلت قبل المنكر نسميه الوفاء وفاء لموسى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الذي هذا النبي الذي نعم الذي تكلّم مع الأمة بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنها إذن هذا يوم للوفاء يعني المفرض له فضل نعم على الأمة بمعنى شكر شكر الأمة لموسى عليه الصلاة والسلام بأن يتعهد هذا هذا في حيور الثيام لأنه يوم من أيام إذن يوم الوفاء فكم وفينا نحن لغيرنا من أس species من الحقوق لا أو من الحقوق إلى العباد في هذه السنة لما يأتي قبل هذه السنة هذه سفة الأنبياء شيخ عبقاء وإبراهيم الذي وقفه فنحن وما في نحن بالمقابل ونحن نقول آمن وصول بما أعزه إليه من ربه والمؤمن كل آمن بمعنى أن نحن نجمع أيضا في الإيمان ومن أركان عقيدة الإيمان إذن هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو أن هذه السلسلة الأنبياء أنها كلها من مشكلة واحد أن هذه النبوة لا تنقاطي عفوا أنها من من مشكلة واحدة والمعين واحد وأننا نحن نمجسد إيمانا بذلك فعلا لأن الآن نقول نؤمن بنوح ولكن ليس عندنا يوم مخصوصا لنوح عليه السلام قل مثلا يوم أنجى الله فيه نوح من السفينة ليفت عندنا هذا اليوم مثلا نقول مثلا إبراهيم أنجاه الله سبحانه وتعالى من النوح ولكن ليفت عندهم ولكن تعين يوم موسى لأنه لما ربما نجعل مقارنة بين ما كان من فوق بين الحق والباطل لأنه كان شوف مثلا نبي صلى الله عليه وسلم غزوة وبغر كانت فيصل ما بين حق والباطل يعني دعاء النبي وشد دعائه وتضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك أيضا في مسألة قطع البحر وهلاك فرعون كانت مسألة فيصل ما بين الحق والباطل في زمن موسى يعني لم يكن من الأمر هكذا أن الناس يقدمون على البحر ويقطعون البحر وثم بعد ذلك البحر من أمامهم والعدو من خلفهم إذن الموقف موقف رهيب ليس كما يعني الآن ربما نحن نقرأه في التاريخ ولكن الموقف كان شديدا كان رهيبا يعني لم يكن سهلا إذن هذا الأمر لابد أن ننتبه لأنك أنما في إحياء هذه الذكرى نحن 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 أيضا ذكرى ذكرى انتصار الحق على الباطل في غزوة بطل الكبرى إذن لابد أيضا أن ننتبه كذلك أيضا في بعض الأحيان لا ننسى أننا أننا نحن المطالبين ليس بالمداهنة التي ربما ينسى وإنما هناك دائما الإحسان نحن يجمعون بهذه الكتاب يجمعون قواسم مشتركة عندنا بهذه الكتاب ونحن أمرنا أن نحترمهم وأن نحترم دياناتهم على الأمر أننا نعتقد أنهم قد حرفوها ولكن في هذا الاشتراك في هذا الاشتراك فلك أن ما فيه دعوة على أننا يجب أن نحترم أن نحترم هذا الدين وإن كان وإن ظهر فيه مظهر من البدلات كذلك أيضا لما نتحدث عن هذا اليوم المبارك يجب أيضا أن نتذكر شيء آخر وهو أنه أيضا جاء في شهر من أشهر الحرم يعني هذا الأول من هذا الشهر هذه العشرة نتحدث عنها هي في أيام لها الحرم ونتذكر أيضا شكر النعم وهي أن الله سبحانه وتعالى بعض أوقات الدعاء جعلها خفية مثل الجمعة أو جعلها خفية وإن كانت معينة في الأيام العشرة ولكن خفية عنها كليلة القدر وبعض الأيام جعلها الله معلومات معدودة معروفات العشرة مثلا من ذي الحجة معروفة نعم وهذا الأيام معروفة فتحقيقا للعدل وللرحمة أولا ثم للعدل ثانيا من الله سبحانه وتعالى فجعل كما جعل يعني مواضع للتنافس وذلك يتم التنافسون فقد لا يدرك قد ربما يصلي الواحد عمره كله الجمعة ولا يدرك ربما هذه الساعة وقد يدركها كل أسبوع بفضل الله منه ولكن هذا الذي الذي يعرف أن العشرة فيها من أجل الثغة ويتخلف على السياة فنقول فرحمة الله حجة عليه يعني هذا الشيء حجة له عليه لا له لأنه ربما قد يدرك يقول يا ربي عمري كان كذا يا ربي عمري صغير قصير وكذا وعمري كذا فيخاطب يعني بمعنى أن الله منع عليك بأشياء معلومات ربما تقول للناس قامت الليل أنا كنت عاجز تأخذ منك قد تعدر ذلك ولكن هذا اليوم يعني كان معلوم أنا لا أتحدث عن المرضى تحدث عن الصحة كان هذا معلوم أنت فرطت أنت لم تأخذ بالأسباب جاءت نفحة من نفحات الله خير من أو نقول مثلا الأسواق كانت منصوبة هذا السوق منصوب اليوم أو يومين وتأخذ سلعة ولو سلعة ضعيفة أو مزجات ولكن الله يضاعف هذا المداملية صادقة فالله يضاعف يشتري منك هذه السلعة ويضاعفها فما أحوجنا ونحن على أيام قليلة الآن لما يقول مثلا رحمتها في المكان الفلاني هناك تخفيضات فالناس يسارعوا فما دلنا إذا لو مثلا يقال لهم عكس قلوا مثلا لو يذهب الواحد في ذلك اليوم يعطى أجراء مثلا سنة أو سنتين هل يبقى الناس في بيوتهم لم يبقى أحد فكذلك نقول أن هناك أجرة ولكن ولكن أجرة للآخرة الإنسان في هذا الوم فهي سعر لي يدخل هذا الأذر للآخرة فما أسعد المتبرون في هذا اليوم وما أسعد الموفقون لسيامه ولقابول هذه الأمان صلى الله عليه وسلم نعم من أراد أن يقتصر على العاشر فلا فلا فذلك ومن أراد أن يجبع بينهما له ذلك رب يتقبل إذن يا أحباب الكرام سن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم للأمة صيام هذا اليوم العظيم المبارك يوم عاشراء شكرا لله تعالى على نعمة إن جاء موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وإغلاق فرعون وجنده وإظهارا لتوثيق الصلة بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام دكتور سعيد قصة موسى لها في التاريخ ما يزيد عن ثلاثة ألاف عام والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الدكتور عبد القادر يوثق هذه الصلة بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما وثقها لموسى القرآن الكريم ذكر لنا قصص الأنبياء السابقين وكل نبي والمحنة التي مر عليها لعل أعظم هذا القصص في القرآن هو قصة موسى نظرا لتكرر ذكر آيته في القرآن الكريم وذكر خاصة قصته مع فرعون نتكلم معكم دكتور عن إبراز هذه النقطة خاصة توثيق الصلة بين الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأن دين الأنبياء واحد وأن الأمة مطالبة بتبجيلهم واحترامهم وتقديرهم وتوقيرهم نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع عشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وردت قصة موسى في القرآن الكريم في أكثر من سبعين موضع في كتاب الله العزيز ولا يمكن أن تفهم هذه القصة إلا بالنظر في جميع هذه النصوص في هذه المواضع المختلفة في كتاب الله العزيز لتكتمل هذه القصة فموسى من أول عزي من رسل كما يعلم الجميع وقد أشرت أخي محمد صلح وأشار أخي عبد القادر بأن الرباط الذي يربط بين جميع النبيين والمرسلين هذا الرباط رباط النبوة فالأخوة الجامعة هي النبوة لنفرق بين أحد من رسله كما في صورة البقرة ثم أن الأصل واحد فالله عز وجل هو مرسلهم فهم هدات البشرية لابد أن لا يكتمل إيماننا بل لا يصح إلا إذا أمن بجميع النبيين والمرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل وقد ابتلاهم وهم صفة الخلق ابتلاهم الله عز وجل بما يشاء فهم يتكاملون ولا يتكررون ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المرات يقتدي بالنبئين والمرسلين كمن كذب رسولا واحد كمن كذبهم أجمعين كمن كذبهم أجمعين نعم لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ما بلغه يوم حنين قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله نوسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وقد طبق مقتضى قوله تعالى فاصبر كما صبر قل العزم من الرسل فهذا الرباط الذي يربط بين جميع النبيين والمرسلين رباط النبوة رباط الرسالة وكما أشرت فعلا بارك الله وفيك إلى أمر الوفاء الوفاء لكوكبة النبيين لكوكبة المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل وقد اكتمل الدين ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم اكتمل هذا الدين في أربعة مجالات أساسية المجال العقدي المجال الإيماني والمجال التعبدي اكتملت العبادة بشريعة الإسلام والمجال الأخلاقي الطربوي اجتمعت تلك المنظومة الطربوية الأخلاقية المبثوثة في الوحيين في الكتاب والسنة واكتمل الدين أيضا في المجال الأخير ومجال المعاملات وضبط حركة الإنسان في جميع مجالات الحياة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هذه في سورة الجاثية وفي سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة ثم الإبتلاء الذي حصل في الحقيقة أنتما تحدثان أنت وأخي أبو قادر تذكرت ما قاله وربنا ويحكي هذه الواقعة إما لمدركون أصحاب موسى أصحاب موسى نعم لأن الخطر داهم والخطر جلل والموقف صعب جدا البحر من الأمام والفرعون والجنده من الخلف فالميت محقق لذلك بمنطقة البشر قالوا إما لمدركون نعم فأتبعوه مشرقين الحكاية بدأت مع شروق الشمس مع شروق الشمس بداية الصباح من بداية الصباح قالوا إما لمدركون إذن فالخطر محقق ولكن موسى عليه الصلاة والسلام بيقينه بخالق السماوات والأرض وأن الله لن يضيعه قال كلا إن معي ربي سيهدين هذه المعية التي طالما حضرت لدى جميع النبيين والموصلين مع إبراهيم يا إبراهيم وقد صدقت الرؤية في موقف آخر يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ومع يوسف ومع يونس ومع النبيين جميعا لذلك النبيون الصلاة والسلام أيضا في حياته تكرر ذلك مرارا كما في سورة التوبة في الآية رقم الرعيم إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه المعية نجدها أيضا قبل ذلك مع سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين وهذا شكر للنعمة لأن الأنبياء هم صفة الخلق وهم الذين يعلموننا كيف نشكر الله جل جلال وعلى نعمه وكم من نعمة أنعمها الله علينا وكثير من الناس لا يشكر الله بدل قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور إذن علمنا موسى وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا ويوما صالح فيه نجد الله فيه موسى فصمه موسى وصمه أتباعه وصمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام كما يعلم الجميع كما في حديث ابن عباس حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة القصة معروفة قال أنا حق بموسى ميكم وفي حديث البخاري ومسلم أيضا كيف أنه قال احتسبوا على الله وهذا كما قال أخي عبد القادر في أجر عظيم جدا إنسان صنهار ورب يغفر له السنة السابقة بين قوسين معدل مظالم العباد أو حقوق العباد وقبل ذلك صمنا يعني أي وما عرفت نسأل الله القبول يا رب يصبح أنه يغفر السنة السابقة والسنة اللاحقة هذه نعم الله عز وجل فنتعلم من خلال تذكرنا لهذا اليوم وهو من أيام الله كيف نوثق صلتنا بالله وكيف يزداد يقيننا في الله عز وجل فإنه الركن إن خانتك أركان كما قال الشاعر وامدد يديك بالله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان ونتعلم أيضا كيف نكون من الشاكرين وقليل من عبادي الشكور وسيجزي الله الشاكرين ولا إن شكرتم لأزي دمكم وفي الحادث القدس الجليل أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي لا يجوز أن تمر علينا هذه الأيام هكذا ولابد أن نتذكر أيام الله ولابد أن أخذ العبر ولابد أن نذكر بعضنا بعضا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فجوانب عديدة متعلقة بالإيمان باليقين بالشكر لله عز وجل بتذكر تلك الكوكب التي اختارها الله عز وجل لهداية البشر إلى جدة الحق والصواب إلى معرفة الله عز وجل وما أرسلنك كما في صورة الأنبياء الأنبياء وما أرسلن من قبلك من رسول انظروا إلى هذا الامتداد لرسالة الإسلام وما أرسلن من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون إذا كان سمحت لواحد شاعر بقبالية عبر على وحدة حصيدة حلوة جبل الأنبياء والرسل بشي بي معنى هذه الآية وما أرسلن من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فإن اختلفت الشرائع وقد اكتملت بشريعة الإسلام ولكن الأصل الأصول هو وحدنية الله غيرها من المسائل نجدها في جميع الكتب السماوية وقد جاء بها جميع الأنبياء مما ورد في هذه القصيدة الجليلة الجميلة قال سلعه ذي لنذي الزبور لذيور وذي تفرفيرا سلعه ذي لنذي الطورات إذورار وذالاين سلعه ذي لنذي الإنجيل التجارة وين ثمرا سلعه ذي لنذي القرآن يلدين في بوريغ القن إلزل دغاف النحمد أرسول النبي عزيزا هذه بعض المعاني نذكرها في هذا اليوم من أيام الله تعالى شكرا لكم دكتور سعيد ولكم كذلك دكتور عبد القادر على بيان موضوع هذا اللقاء تاسع وعاشر نحن أولى بموسى أسئلة المناسبة نقاشات وإجابات في برنامج خاص مباشرة على قناة القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الصلاة عليه الصلاة وإذن هو معوة تطريبه لكم قناة القرآن الكريم إن شاء الله سهرة هذا الخميس احتفاء بمناسبة عشراء وتذكيرا بفضل هذا اليوم العظيم إذن يا أحباب الكرام قبل تلقي المكالمات والاستماع إلى الاتصالات نتقدم بخالص عزائنا ومواساتنا نحن عمال قناة القرآن الكريم ومديرها سيد محمد عوادي لأختنا وزميلتنا بالقناة السيدة وزميلة فتيحة حجاج في وفاة أخيها الذي قضى في حادث مرور أليم بولاية بسكرة نسأل الله تعالى له الرحمة وأن يفتح أبواب السماء لروحه ونسأل الله سبحانه وتعالى الصبر وجميل السلوان لوالديه لإخوانه وأخواته ولأبنائه رحمة الله على الراحل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يقيه عذاب القبر وفتنة القبر إن لله وإن إليه راجع أحباب الكرام إلى اتصالاتكم ومعنا سيدة أم زينب من ولاية سطيف السلام عليكم سيدة أم زينب ألو نعم بسأل نورت فضلين سيدة نعم الآن هي مشكلة عرضها 5 سلوات الآن هو السديد التابت من البناء الكل السلوات لمغطر فهذه تستطيع أن تكون رجمالية بدل أيام لما قمت بي يعني صامت أيام وما صامتش أيام أخرى لا قمت بيشكل مرات يمتع حي يقول لك الشيخ إن شاء الله ماذا تفعل سؤال مثلين نعم هل سؤال في أرقاء بدون بدون في معامل واضح إن شاء الله شكرا طيب الاتقصال بوالي هاجر من وليه تزيوزو نعم عفوا أخ صابر عفوا صابر من تزيوزو جعفر جعفر من تزيوزو نعم جعفر نورة دنيل اسم سابر معلش جعفر من تزيوزو جعفر مرحبا بك سي جعفر السلام عليكم وعليك السلام وحمد الله مرحبا بينا درما في الشيخ سأل تفضل 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 نعم لا كذلك تفضل نعم شيخ مرحبا بينا دراعت بينا دراعت بيناد مرحبا بيناد مرحبا بيناد مرحبا بيناد ما دراعته لها زكاة أكثر من الموعدة وكأن الشيطان هذه المبلاعيات في الأنقور أخبرت منذ فرحة تسجيل سؤال وشيء سيئولة وشيء لشيء لسيء أبونا أن يكون لطفئة وشيء لطفئة أبونا أبونا وشيء لطفئة أبونا أن تكون الأمر ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته البنت مصر على الزواج مصر على الزواج البنت يتقول يعني المسألة بالنسبة لها هي استفر نعم بالنسبة لها هو يطغط الزواج بيت هنا كان الزواج بها يتزوج بيت المشكلة التي تعيد هو هذا المشكلة التي تعيد خايفة اختفل من دخل خلص الدين صح هذا الذي يتزوج بيته هو عادي يرجع الدين ولا من يفعل هو العلم الله سبحانه المشكلة هذا شوية ان شاء الله يوجهك الشيخ في هذه القضية ان شاء الله السيدة التالية عندي صلاة سلام واصلي واصلي عندي صلاة الفجر عندي صلي الفجر بل صحة بلتني يتقايا نريد ما عارض لكانه صح لا بي ندير فيه صح ولا بي نستمع الأدام ونصلي معهم صح نصلي قبل الأدام بثمين دقائق صلي قبل الأدام بالصبح على لا عليها لا لا ريك تصلي النافلة النافلة الفجر نم نصلينيا ندرب ندرب نصلي أصل نضيف ونهلي صلي الصبح نعم بعد الأذان تصلي الصبح نعم بعد الأذان تصلي إذن نافلة الفجر تصلي فيها قبل الأذان قبل الأذان واضح إن شاء الله واضح هذه اللي باية اللي بيها ونكتر المشكلة بنتي دعني إن شاء الله هستطلولي مشكلة هذا بسط مشكلة صعيفة ونقول ما ايكا وغبيتوا لديهم الإسلام ومنعب هاش حرجة عاجبتي بنتي منعب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله الله يجعل الحل وإن شاء الله تلقى حل هذه المشكلة إن شاء الله يا عبد بيحول الله بإسلام يا سيدة وليا إلى أوليات المدية عائشة نعم وعلك السلام عليكم إستيخ خديت نفس السؤال كيف يكون أستاذك قبل الله كيف يكون كيف يكون المدية كيف لله والسؤال الثاني أحبت أن أسألك مثل أن يقول صيام ربي إن شاء الله ها خاص لله هذا عادي سؤال ثاني قلت من صيام يوم خاص لله ليقضي لي ربي بي حاجة إن شاء الله ستكون هكذا خاطئ إن شاء الله يعني صيام يوم غد تنويه أنه يقضي ربي بيه نعم صايمة نقول اليوم نعم صايمة نعم صايمة نعم صايمة بإذن الله ناويته لتفريج القضاء الحاجة وتفريج القربة عن أمي نعم والسؤال يتقولي ربي أن يستهدني نجيب حجة لعمر حافظة شو بخاطر الرافو صلى الله عليه وسلم نعم أنا فارضكم دا وانت قدر يحكمنا الشيخ بيه يفري نعم تواصلي مع الزملاء سيدة عايشة الله يحفظ بس لا راما شكرا طيب إذا ما فيش مكالمة نجيب عبد الكريم من ميناء طيب نستقبل مكالمة هو نجيب إن شاء الله عبد الكريم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله عبد الكريم السلام عليكم واصل ركوا يا شيخ الشيخ عنده عنده الأم عنده الراعة وإن الخير أعكسوا وكاد فلنفس فد أمرو داحا عندي أخوة صغيرة يجيبيننا في المشاكل يمسطرون كل جديد سنين صور كما نعملون ما حدوا حاسبينها ما حدوا من بعد يشافونوا شبية ولدة ومرضة حاجة لمنها شبية لها الحاجة يعني ترى كداش نحمدها والشيخ هذا اللي ولد صغيرة مستحول على الأموال تعلوالدة نعم نعم حاكم التجارة عنواني عندي عنواني عندي الوكادة ودخل يعني بلعون في أكبر يعني تلم تلم التجارة عنواني عنواني عندي وكذا يحب بإذن حاجة لمن اقتل هذا غير الوصف من الشفاق هذا على الرحل هي ما زالها بإمكانتها العقلية هي عقلة نعم هي عقلة الآن عقلة عندها إمكانت عقلية يعني ما يش يعني شوية حانتة تعمل أنك يعملها لكل حان وانك أعتقدت الوكادة أعتقدت الوكادة جاءت المكسل كانت عن درسل أحنبي بطرسل درسل وكل شيء حاجة باته انت عندك نوكلة الأخ عبد الكريم عنده نعم نعم واضح إن شاء الله بارك الله وفيكم السلام يا عبد الكريم أفوا طيب نبدأ على بركة الله ومع السائلة أم زينب من ولاية ستيف وعن هذا النذر الذي تتكلم أنه يعني قاعد به مدى الحياة شيئا من الاثنين والخميس ولكن فيه إشكال وصعوبة في الوفاء بهذا النذر نعم شكرا أستاذ محمد من نذر أن يطيع الله جاء في الحديث الشريف من نذر أن يطيع الله فليطحه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه أولا لا بد أن نعرف أن نقول السيدة أولا طبيعة هذا النذر إذا كان هذا النذر في طاعة الله فيجب الوفاء به ابتداء نعم إذا كان في طاعة أما إذا كان في معصية فلا يجوزه فلا يسمى نذره لأن المعصية لا ينذره معصية أنه مثلا إذا تحقق شيء معين وهو عنده وهو شرع في شرع معصية فلا يسمى نذره هذا الأمر أول للحبان أن نوضحه الأمر الثاني النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وهو آلم والنبي صلى الله عليه وسلم بنا بأحوالنا فقالناه لا يأتي بخير بداية نظر نذرت شيء ثم عجزت عن ذلك هتعجز والنذر يعني في كثير من الأحيان يعني في كثير من الأحيان فيها نقدر نقول فيه السوء ضمن بالله سبحانه وتعالى ككل مساومة يا ربي أعطيني أعطيني ذلك الحاجة ندلك ذلك الحاجة والله هو أغنى الله هو هو الغني سبحانه وتعالى الغني عن العالمين فنحن شب الشريعة شرعتنا النذر المؤجز ولكن شرعتنا ما هو أفضل منه وهو الدعاء إنسان الدعاء الصدقات وهي هذا المتأسر الآن الأفضل من ذلك كله الوفاء الوفاء نعم الوفاء واجب والوفاء واجب نعم والوفاء واجب لا يسقط النذر لا يسقط ولكن الآن هي تقول أن أصبحت في حالة هي عاجزة عن الصيام ما قدرتش وصامت تركك نعم نعم نحن الآن نهضر أن نهضر الحال الأخيرة أصبحت عاجزة كلية عن الصيام ما تقدر الصيام لن نذر نغى ولا شيء أحد آخرين هذا نحن نفهمه كي نقول بالله أن أصبحت عاجزة بمعنى مثلا الواحد كان صحيح ومن بعد عنده سكريون ما يقدر شيئهم نعم عنده جاه مرض يمنعه من الصيام فهذا أصبح عاجز تقدم به الصيام وأصبح الصيام يعني ما شق عليه فهذا عاجز في هذه الحالة هو الأسر أنه النذي يبقى هو أنه يصومش ولكن يبقى ولكن هناك فتوى نخرج من المذهب هناك فتوى عند بعض العلماء وعند الإمام الشافعي فيما أضم فيما أعرف عند الإمام الشافعي وهو أنه يتحلل عند العجز يعني حقيقة يعني صحيح يعني الآن قال نعجزت يا ناس يا رب عارف حالي وأحوالي يتحلل من ذلك بكفارة يمين بكفارة اليمين إطعام عشر مساكين أو كسوتهم إذا عجز عن الإطعام عشر مساكين من من أوسط ما يطعم أهله موسط لي يقول منه يقول أهله وهي يجتاكل إذا عجز عن ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام هذا أفضل شيء هذا هو المخرج يعني هذا شيء وتكتم الاستقفاء وتكتم الصداقات إن شاء الله هو نوصي أنفسنا نوصي إخواننا أننا لا نسارع إلى النظر نسارع إلى إلى ركع إلى أمريكا ركعتين توسن إله صغاطا من الله سبحانه وتعالى نستغيف برفع أيدينا إلى الدعاء بالصدق بالعمل صالحة ولا نذهب إلى النظر لأن النظر لا يأتي بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم سؤال الثاني كان عن قراءة القرآن بعدم وضع الخمار وتغطية الرأس هي لا يمكنها ذلك ولكن إذا مرت بآية سجدة وعرفة تزجد تغطي تضع الخمار على رأسها وتزجد وهي مستطيع بخمار نعم هذا إذا نعم لا هذلك نعم شكرا دكتور عبد القادر إلى الأخ جعفر من وليت زيوزو دكتور سعيد الذي توجه إليكم بسؤال بالقبعين نعم الأخ جعفر يعني شروط الزكاة واضحة كان خمس شروط الشرط الرابع والخامس بلوغ النصاب وحوالي الحول يعني الشرط الأول اللي هو الملك التام والشرط الثاني القابلية للنماء والشرط الثالث أنه ذلك المبلغ يكون يعني زائد يعني على الاحتياجات الإنسان المزكي ثم الشرط الرابع اللي هو بلوغ النصاب ونصابه كما نعلم يتغير يعني معلش لديه فقط في كاركة مراجوة مثلا بركة هي خمسة خمسة خمس شروط أو الإسلام أنا في 2005 ما أذكره أنه كان مقدر النصاب هو 11 مليون وثمانمائة نعم بعد في 2006 14 مليون وربعمية في 2007 15 مليون ومتين معنى 15 مليون سنطيم يعني العام الماضي وهذا العام يعني هذا العام 55 مليون و250 ألف معنى النسب يتغير المعروف أما هذا معروف يعني في الفقه يشوفوا سعر الزهب وكذا والنسب هو 85 غرام 85 غرام هذا بالميزان الحالي لأنه اللي يحد النبي صلى الله عليه وسلم هو 20 دينار 20 دينار 20 دينار ذهبي 20 دينار ذهبي وبنسبة الفضة 200 درهم هكذا ورد هذا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطة حديث رقم 584 في موطة الإمام مالك ولكن بالمقادير المعاسرة يعني الموازين المعاسرة نقول 85 غرام يعني ما يعادلوا بدرهم وبنسبة للفضة 595 غرام الآن الشرط الرابع يا أخي إذن من شروط الزكاة يا أخي جعفر لازم بنوغ النصاب يبلغ النصاب الشرط الخامس اللي هو في الترتيب كما أقول ما أقول خمس شروط اللي هو حوالا نحاول معناه يدور العام ويلقى ذاك المبلغ ما زاله لو كان ينقص نفترضه جدلا أنا واحد في محرم اللي فات يعني 1439 عنده 100 مليون يعني 180 سنطين يعني واحد مليون دينار طبعا عنده أكثر من النصاب إذن الشرط تحقق لهوا بلوغ النصاب ولكن بعد شهرين ثلث شهور صرف هذا المبلغ ولكن بعد بقى هكذا كما ما رجع له ما عنده شراعب خلاص صراح له ذلك الشهر خلاص يبقى هكذا حبتان ربما بعد عامي ثلاث سنوات بش يدخل مبلغ آخر فيبدأ في حساب جديد صحيح الكثير من الناس يقدمون زكاوات أموالهم في شهر المحرم عاش وراء يقدموا ربع العشر عاش وراء بتعرفوا كل هذا الشيء ولكن الإسلام ظام ما يعني دخول خروج الأموال من الأغنية إلى الفقراء على مدار 12 شهر كل واحد بحوله كل واحد بشهره طيب إذا كانت عندك المبلغ ما زال مدخلش يعني إذا كان إما دين إما إذا كان دينا مرجوا يعني ترجو أن هذا المبلغ يسدد من قبل المدين أعتبره في حكم المملوك يعني كانه في يدك ولكن إذا كان ما وش دين المرجوة بل كانت تعطيل قرض ما يرجعوش إلا بعد سنوات كي تستلم ذلك القرض تزكيه مرة واحدة تخرجو مرة واحدة الأموال المنتظرة ما عندهاش إذا كان ما دخلوش عاك تدرت عمالي تجارية ما دخلوك شدراها انت شوف واش عندك في ذلك الشهر عاك تزكي في شهر محرم زكية العملي فات هاد السنة زكي لكن طبعا نصب لا يزال وقائما ما يلا نصب ما زالث يلا ما يلا يروحش النصب يعني أي نث صبض انتذر لقفوسي نغانبات البانكة نظير البوستة وليس بذار النصب ذي جوت زكي خطر بذل قرآن النهد والذي في صورة المعارج في 24 25 الآيات في الآياتين 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحرم وذي صار التوبة خذ من أموالهم صدقة يعني زكاة تطاهرهم وتزكيهم بها مع انتهاء إلا قد يقيم النصاب قائما لا يزال النصاب قائما فهذا الشرط ما طبر الشرط أدي زي وسق يعني حوالان الحول أذري مجل قفوسي أتحصب أتذكير ماذا ذري مجل قفوسي ودي اكتشمار هذه الزاكات سي وما يلا ثل استي وان وان صعيد طمان باللي يكيد يخلص حسب ذري مني أمكن ورحي قل لا ما يلا شك كذو كتخليص را هذه البركة يقيم لأ وام كتخليص را ودي تسال ودي نص وستعشر ومكور سق الديون غير مرجو ولا تزك في كل عام بل تزك مرة واحدة عند قبضها مال مي كدي كش نو ذري أتزك يو ثم تي كت ذو يك مال ركعتين ني بين الأذن والإقامة هي غير المقبول أو الصلاة النوافل بعد صلاة العصر ولكن كان واحد يدخل المسجد وسمع الأذن ويدخل يصلي ركعتين يصلي ركعتين عادي ما كان حتى حرج ولكن بعد أداء صلاة العصر ما كان ش صلاة ركعتين حتى لو كنت تدخل قبل المغرب مثلا باب ساعة ونصف ساعة ما تصلي ننكر عليه لأن المسائل هذه خلافية عند باقي المذاهب عند بعض المذاهب يجوز ذلك باعتبار الركعتين من النوافل ذوات السبب أي بسبب دخول كالمسجد بنية المكوث للعبور فتجوز الركعتين تصليح الركعتين ولكن عند السادة المالكية فلا لماذا يخذه بحديث النهي يعني عن صلاة النوافل بين العصر والمغربي وإذا رأيت غيرك مؤديا لهما للركعتين فلا إنكار عملا بالقاعدة الذهبية لا إنكار في مسائل الخلاف أي ما عزيز ما في مضغ الجامع ما كني مع الله ذن العصر ظل ركعتين جوز أي غير خطر تحية المسجد كما قال ابن عرفة لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف فلا أتظل ركعتين ركعتين نافلة ذا السلب ميلا بعد ثلث العصر ذي ما أتظل ركعتين ألم ذا المغرف نعم بارك الله فيك شكرا جزيلا حرية من فرنسا دكتور عبد القادر لها مشكلة كبيرة جدا مع ابنتها التي تريد زواج من فرنسا تقول أنه دخل الإسلام وسيدة حرية خائفة مما تسمع من الكلام ومن خاصة تجارب الناس في هذا الموضوع بماذا تفيدها وتنصحها دكتور عبد القادر نعم شكرا شكرا سيد محمد بالنسبة إلى سؤال السيدة حرية وهي الآن عندها نازلة يعني مع البنت بنتها المسرع 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 نحن أولا نقول سيدة حرية نحن أولا نأخذ الأشياء بظاهرها نحن اشتري على المثناء أننا نأخذ الأشياء بظاهرها نشفنا واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول ربي يراء الله ونبي محمد عليه السلام ويأمن بمن أمن ويصلي كما نصنع نقول مسلم خلاص أصبح منا هكذا الشيخ هكذا أستاذ محمد وهكذا سيدة حرية أن قضية الضمان لا أحد يضمن نشوف مستقبل بنتك من قوسين لا تضمنه لا مع المسلم لأنه كان أصلا مسلم من وريد المسلم ولا معه من أسلم حديثا وضمان استمرار الإنسان على الإسلام أو عدم استمراره لا يضمن لا هنا في الجزائر ولا في أوروبا حتى واحد ما يقدرش السيدة حرية أن يضمن الإنسان يقول لك أن هذا سيبقى على الإسلام دائما أو يترك الإسلام دائما إذن هنرسل عنه نقول لك سيدة حرية الإنسان يتحر نعم يسأل نعم يشوف نعم هذا صحيح ولكن لا يستبق ما يشوف لا يستبق بعد ذلك يقول أبالك ربما يترك الإسلام هذه ربما هذه ما تحتاج إلى تحتاج إلى دليل ولعل البعض ربما الذي ترك قد يكون ترك لسبب أو البعض ربما ترك هذا موجود إذن كما عندنا الناس يخرجون من الإسلام إلى ديانة أخرى عندنا وماك الناس يفيدون إلى إلينا فنقول الآن هكذا الشيخ نبتدأ ننظر إلى الأصل وهو الظاهر أراه مسلم نحن نقول مسلم رحبا به أخونا مسلم إلى آخره هذا هو الأصل ولكن التخوف الآن التخوف لا يستطيع الإنسان الحياة كلها الإنسان لهم أقارب له أخوال أولاده من بعد يعني الاحتكاق بالأسرة غير المسلمة والقرابة غير المسلمة والتأثير هذا على والله يا شيخ محمد على تخوف سيدة أخرية أنا مع لقية أم نعم أنا أشعر بأنها تتحدثوا بقلب الأم بقلب الأم هذا هو أنا أعرف أنا موش أنها تتحدث وإنما في بعض الحيان قد تكون المشاعر صادقة وقد لا تكون قد يكون تخوف ولكن يعني لا يقع أنا وش حبيتنا نقول للسيدة السيدة الفاضلة حورية إحنا ابتداء نحن نمشي على الظواهر الحال نعم الظاهر شوفناه أعمال الإسلام فهو منا هذا هو أنا حبيتنا نقول قضية الاستمار على الاستمار هذا هو قضية نجاح يا سيدة احتروا على المسلم بإذا مشينا على الإسلام الآن لو ترك دينه هو تتركه خلاص نفترض لسيد إن شاء الله ما يكون ما يحدث مراد زوجت معه إنسان أظهر إسلامه ومكان مسلم ومبعد ترك دينه هل تبقى معه لا تبقى معه نعم إذن الآن هل يجوز إلا الآن بما أنه أظهر يعني الشعار الإسلام بلسانه وفي أعماله أظهر هذا الشعار هل يجوز يجوز ذلك لا لما أنا شعر عمني من الزواج ذلك الخوف هذا وش نقول لها حنا وش نقول لك الآن تقولي بنتك مصر على هذا الشيء وتقولي هذا أظهر الإسلام حنا نقول لك أكثر من الدعاء ودعا ليس بينه وبين الله حجاب يعني ما كانش وسطة أكثر من الدعاء وكثر من الصداقات ودعو له ودعو له هذا الإنسان الذي داخل الإسلام ودعو له بالتثبيت يكثر من الدعاء ودعو له بالتثبيت لأ الله سبحانه وتعالى يوفقه ماشاء الله خياله صلاة الفجر قبل الأذان بثم دقائق لا 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 لما يأذن لأن لأن صلاة الفجر دخولها دخول الوقت النافي العفو 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 الرغيبة هذه هي دخولها بالأبنة لما يدخل الوقت قبل الوقت لا هي تحسب على النافي لا تحسب على قيام الليل ولا تحسب من الفز لأن الفز هو بداية في يوم جديد نعم طيب في ثلث دقائق المتابق يا دكتور سعيد عائشة من المدية تسأل عن كيفية أن يكون الإنسان من الذاكرين لله تعالى كيف يكتسب هذه السفاة يكتسبها بطبيقه لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوا ببكرة وأصيلة وبالتزام الأداية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أداية الصباح وأداية المساء هذه كلها أذكر تعلمنا كيف نذكر الله عز وجل لكثيرا سؤال ثاني الصيام بنية تفريج القربة وقضاء الحاجة نعم هذا صحيح نتقرب الله عز وجل بالطاعة والقربات والباقية للصالحات بالصيام أو بالقيام أو بأي طعام من طاعة واسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وأسأل الله أن يحفظك وأن يحقق آمالك دعوة لها بالحجو العمر وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يسر لك ذلك عاجل لا أجل ولكل من اشتاقت نفسه لزيارة الحرمين الشريفين والوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب في توجيه أخير للأخ عبد الكريم من ميلة والمشكلة التي طرحها بين أخوه هو الوكالة التي يستعملها للوالدة في تجارة وغير ذلك أنت عليك أن تنقذ الأمر يا ساعب الكريم عاجلا ما دمت تملك الوكالة استخدمها من ناحية القانونية من أجل المحافظة على ما تبقى من أموال والدة هذا من جهة من جهة ثانية ذلك الأخ الصغير يعتبر معتديا على أموال الأم بغير وجه حقها ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل واستخداموا للعنف وغير من الوسائل غير المشروعة هذا أمر لا يقبل نقلا ولا عقلا بالنسبة للحجر لا يمكن الحكم بالحجر على الوالدة إلا إذا تحققت شروط الخجر عوارض الأهلية يعني إذا تحقق عشرط من الشروط وللأم الحق في الدفاع عن نفسها عن طريق خبير من الخبراء فتعرض على الخبير السيكولوجي على الخبير العاصبي الخبرة الطبية هي تثبت ذلك أو تنفيه فإذا لم يتحقق ذلك فنتحتفظ بكامل حقها في التصرف في أموالها بالتعاون معك باعتبارك صاحب وكالة إذا كان سمعت المحافظة على وضعية الأمة القانونية من خلل الاستعانة بالخبرة الطبية برءا لكل ألوان الحجر بلاد مسوّغين شرعي بارك الله فيك شكرا جزيلا دكتور سعيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا في لغة الإشارة للإخوة والزملاء في العمل بقيات المقرج يونس لكم أيها الأفيا والمتابعون والمتابعات أتمنى لكم إن شاء الله عاش ورعب وبركة للجميع تقضر الله من نومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته